اشتركوا في القناة فضمن أنشطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافحة المخدرات وقد اخترنا في هذا اليوم أن يكون محاضرتنا في هذا المعنى بعنوان حفظ العقل في الشريعة وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والعقول العقل ميزة ميز الله تعالى بها من تعبدهم من خلقه وهم الإنس والجن والملائكة فالله تبارك وتعالى وهب الإنسان عقلا وميزه عن الحيوانات والكائنات الأخرى لأنه أراد منه أن يعمر العرض بعبادة الله فجعل له قدرة وتميزا بأن يفهم المطلوب منه ويكون له قدرة وإرادة على الاختيار وعلى التصرف بما يميز به الأشياء ويفاضل به بين الأمور فجعل العقل مناط المسؤولية وتهيئ الإنسان للقيام بالخلافة في العرض وحمل الأمانة من عند الله تعالى وقد نبه المولى جل وعلا على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان تحمل هذه الأمانة والله تعالى وهبه القدرة على التصرف وجعل له إرادة واختيار وتحرك وتدبير وتفضيل للأمور يقول القرطبي رحمه الله إن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله تعالى ويفهم كلامه فالإنسان يعرف الله ويفهم كلام الله بما وهبه من العقل وإلا فإن الكائنات الأخرى من الإبل والبقر والحيوانات المفترسة وغيرها من الكائنات الحية لا تدرك هذه الأشياء به يعرف الله تعالى ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام إلا أنه لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب أي أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل ليرشد الناس ويدلهم على الصواب فالعقل وحده لا يكفي بل لا بد من مرشد ومبين وموضح ودال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الشريعة الإسلامية جعلت المقصد الثالث من مقاصدها هو حفظ العقل بعد حفظ الدين وحفظ النفس حفظ الدين هو أعلى الأمور وهو الذي من أجله وجد الإنسان ليعمر هذه العرض بالعبادة لله وحفظ النفس بها تقوم النفس لكونها الوعاء الذي يستوعب الجوارح والقلب والعقل وجاء العقل ليكون المتمم لهذه في المرتبة الثالثة لكون العقل وسيلة التلقي والفهم فيتلقى المرء العاقل عن الله تعالى بواسطة العنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نزل من عند الله من القرآن والكتب التي عنزلها الله ويفهم عنهم مراد الله تعالى ومقصده وحفظ العقل معناه حفظ العقل من أن يدخل عليه خلل لأن دخول الخلل على العقول يؤدي إلى فسادها وعدم انضباط التصرف منها فدخول العقل فدخول الخلل على عقول الأفراد يؤدي إلى فساد جزئي ودخول الخلل على عقول الجماعات يؤدي إلى فساد أعظم من ذلك ولهذا حافظ الإسلام على العقل وسن من التشريعات ما يضمن سلامة العقل وبقاءه معد لوظيفته دون خلل ومن ذلك تحريم ومنع ما يعثر على العقل من الأشياء التي تشوش عليه وتضعف أداعه لوظيفته أو تلغيه فجاء تحريم الخمر تحريم المخدرات تحريم المواد التي تشوش على العقل وتضعفه ومنع منها فكل ما يعثر على العقل ويخل بعدائه لوظيفته يعتبر ممنوعا في الشريعة الإسلامية يقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجثنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا انتهينا يقوله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين هذه المسائل منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام رواه مسلم يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمر سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وكلها محرمة وتسمى خمر هذا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف الفضيخ شرب يتخذ من البسر إذا غلى واشتد فإنه يسكر ويستوي القليل من الخمر والكثير في التحريم لأن الكثير مسكر والقليل داعية للإسكار أحيانا يكون القليل لا يسكر فما أسكر كثير فقليله حرام وجاء ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام والفرق هو الإناء الكبير جدا التسع لثلاثين لتر إذا كان يسكر إذا شرمته فربع اللتر أو الملعقة تعتبر منه محرمة قال لا يتم المقصود الشرعي إلا بتحريم هذه المواد إتماما للمقصد الشرعي وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر إذ قليله داع إلى كثيره لأنه إذا ذاق هذه الخمر عجبت فشرب ثم زاد فشرب ثم زاد فشرب ثم سكر ثم هدى ثم طغى ثم زنى ثم قتل ثم أفسد في العرض قتل والديه وقتل أولاده وعاث في العرض فساد وفعل المنكرات كلها والتحريم في هذا المعنى في هذا المعنى يشمل كل ما من شأنه أن يذهب العقل من جميع أنواع المذهبات سواء كان خمر أو كان مخدرات أو كان أقرافا محدثة كالتي استجدت كالتي استجدت في هذا الزمن وسميت بأسماء متنوعة وصنعت على أشكال مختلفة من حقن وشراب وحبوب وغيرها فكل ما يخدر أو يزيل العقل أو يخل بالعقل والإدراك فإنه داخل في التحريم لأن العلة من تحريم الخمر المنصوص عليها صراحة في القرآن هي ذهاب العقل فإذا توفرت هذه العلة في أي مادة فإنها تدخل في ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام رواه مسلم والبتع هو نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن والحكمة من تحريم هذه المواد هو المحافظة على نعمة العقل والإدراك ليبقى الإنسان إنسانا لا يتحول إلى بهيمة سئل أعرابي في الجاهلية لما لا تشرب مثل ما يشرب أقرانك وأصحابك قال كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل الإنسان الذي عقل كيف يطلب الجنون كيف يبحث عن الجنون العقل نعمة فلا يتنازل عنها الإنسان ويختار يقول وهي الحكمة الأساسية والغياءة العظمى التي من عجلها شريع تحريم الخمر وما يلحق به من المسكرات والمخدرات وقد ذلك وقد قرر ذلك جمع من العيمة قال الرازي إن عقل الإنسان أشرف صفاته والخمر عدو العقل وكل ما كان عدوا وكل ما كان عدو العشرف فهو أخس فيزم أن يكون شرب الخمر أخس الأمور وتقرير وتقريره أن العقل إنما سمي عقلا لأنه يجري مجرى عقال الناقة فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح كان عقله مانعا له من الإقدام عليه مثلما أن الناقة إذا أراد أن يريحها صاحبها ويرتاح هو فإنه يربط يدها بالعقال بالحبل بحيث لا تستطيع أن تسرح وتذهب عنه وتكون تحت ضبطه وإشرافه فإذا شرب الخمر بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خاليا عن العقل المانع منها يقول إن الإنسان إذا شرب الخمر انفك العقال وانطلق الإنسان كما ينطلق الحمار وكما ينطلق السباع وغيرها ولا يكون هناك شيء يربطه ويضبطه ويمنعه عن القبائح والفطرة السليمة ترفض بما عودعه الله فيها شرب الخمر وذلك لأن شرب الخمر ينافي المروعة وينافي الأخلاق القويمة لذا وجد من أهل الجاهلية من لم يشرب الخمر لما دله عليه طبيعته وفطرته من خبثها وعدم فائدتها جاء عن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية لما لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جرأتك فقال ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد قومي وأمسس فيهاهم كلام في غاية العقل يقولون له لماذا لا تشرب وأنت معروف أنك شجاع وجري لأنها تجعلك أكثر جرأة فكان رده عليهم لا أريد أن أخذ جهلي بيدي يعني لا أريد أن أشتري جهل وأجعله في ذاتي وأدخل الجهل جوفي ولا أرضى أن أصبح أنا سيد القوم ثم يتبين لقومي عني أنا أسفههم فإن هذا غاية القبح لأن السكران لا يتورع عن كل عمر سيء أن يعمله يقول الغزالي رحمه الله حرم الشرع شرب الخمر لأنه يزيل العقل وبقاء العقل مقصود للشرع لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف فالعقل ملاك أمور الدين والدنيا فبقاء العقل مقصود لذاته ويقول الألوسي رحمه الله لو لم يكن في الخمر سوى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لكفاء فإنه إذا اختل العقل حصلت الخبائث بأسرها ولذات أثماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث وأم الفواحش ويترتب على تعاطيها أضرار جسيمة فتحرم المسكرات والمخدرات في شريعتنا جاء في المقام الأول لحفظ العقل وصيانته كما جاء لتجنب بما يسببه غياب العقل من مفاسد ومضار متحققة الوقوع بغيابه وهذه المفسد وتلك المضار متعددة الجوانب ومتعدية العثر فمنها ما يلحق الشخص المدمن نفسه ومنها ما يلحق المحيطين به من الأفراد والمجتمعات ومن ثم الأمة بأسرها تتضرر ومن ذلك ما يلي أولا الأضرار الدينية أشار القرآن إلى مفاسد الخمر وأضرارها وأن ضررها أكبر من نفعها وأنها تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة وجاء في السنة إنها أم الفواحش وأنها أم الخبائث وقد قال السعدي في تفسيره رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحديثه عن أضرار هذه الأربعة على العبد ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة الذين خلق لهم العبد الإنسان خلق ليعبد الله ليصلي ليعمر هذه الأرض بعبادة الله وهذا الخبر يمنعه ويصده إذن أزيله لأنه فوت على الإنسان المقصود من وجود في هذه الدنيا وبهما سعادته فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهمة الذليلة لرعيها وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة فهل فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها الجواب لا إذن ممنوعة وإن المسكرات تجر شاربها إلى المعاصي رغما عنه جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلى قبلكم تعبد لله فعالقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفق كلما دخل بابا أغلقت هدونا حتى أفض إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام أغلقت عليه الباب وهددته بالقتل إلا إذا فعل واحدا من ثلاثة أن يزني بها لأنها كانت في كامل زينتها وأظهرت جميع محاسنها فقالت إما أن تفعل بها الفاحشة وإما أن تقتل هذا الغلاب وإما أن تشرب هذا الكاس فنظر فيها وقال الزناء فاحشة وساع سبيلا لا أريده وقتل النفس قتل نفس معصومة بغير حق ومعالها الخلود في النار الخمر معصية وكبيرة لكن أسكر ثم بعد فترة أصحوا وتنتهي المشكلة وأعود إلى أهلي وسالم ممعافا فاختار لحفظ على نفسه أن يشرب الخمر لأنها في نظره أسهل هذه الأمور فشرب الخمر فقال زيدي فشرب فقال زيدي فشرب فقام وزن بها وقتل الغلام هذه أم الخبائث هذه أم الخبائث وهذا ما يعاني منه المجتمعات التي تنتشر فيها يدخل الإنسان وهو سكران أو متعاطي المخدرات إلى أولاده وزوجته فيذبح زوجته ويذحب أطفاله وهذا الواقع وهذا الذي يريده أعداؤنا لنا ولهذا كانوا ينشرون المخدرات ويسوقون إلى هذه البلاد الحصينة بكل الحيل والوسائل وعندنا قرر العلماء رحمهم الله لما رأوا من شدة حرص الأعداء على إفساد هذه البلاد أن يجعلوا عقوبة تناسب هذا الجرم الذي تسوق به هذه المخدرات فقرروا أن من يضبط ممن يروج لهذه المخدرات ويسوقها هي الإعدام والقتل ولجع المروجون لإدخالها للمملكة بأنواع الحيل التي لا تخطر على الإنسان حتى جعلوها داخل جوف الإنسان وجعلوها داخل المصاحف وداخل الفواكه والخضروات ولكن ينكشف الكثير منها وينفلت غيرها ونسأل الله أن يبطل كيدهم ويجعل كيدهم في نحورهم هذه المخدرات والمسكرات لها أضرار أخرى تلحق بالبدن بسبب ما تسوببه من العمراض فالمسكرات عثر خطير على الأوعية الدموية وعلى الكلى والرئة وقد ذكر العطباء أن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر المواد الغذائية والسوائل بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتخرج عن وضعها الطبيعي لأن الأساس في خمر مادة الكحول فزيادتها في الجسم بتعاطي الخمور لمدة طويلة يحدث التهابا مزمنا في العصاب وفي الكلا وتصلب الشرايين وتحجر في الكبد وضعف في القلب ويكون موت السكران غالبا إذا بلغت نسبة الكحول في دمه ستة في الألف يعني ست درجات من الألف وهذه نسبة تعتبر شيء غير منظور إليه وقليل والإنسان مأمور بحفظ نفسه وحمايتها من الهلاك وقد قال الله تعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين أولا تركوا ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن والروح والأمر الثاني هو فعل ما هو سبب يوصل إلى تلف النفس أو تلف الروح كشرب الخم الأمر الثاني الأضرار المالية ومن أبرز الأضرار المالية هو إضاعة المال فهو ضرر ظاهر لا يحتاج إلى برهان يقول ابن عبد الدنيا بلغني أن قيس بن عاصم قيل له في الجاهلية تركت الشراب قال لي أني رأيته متلفة للمال داعية إلى شر المقال مذهبة بمرؤة الرجال فقيس بن عاصم وهو في الجاهلية سألوا لماذا تركت شرب الخمر قال لأنه يترف المال ولأنه يجعل الإنسان تكلم بكلام لا يليق به ولأنه يجعل الإنسان يتصرف تصرف ينافي المروعة لا يليق به فهذه كلها من الأمور التي تشين الإنسان والإنسان سيسأل في الآخرة عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فكيف ستكون الإجابة حينئذ ومن الأضرار الاجتماعية هناك مفاسد في محيط الأسرة حيث يقصر شارب الخمر والمخدرات في الحقوق الزوجية وحقوق الأهل والأولاد ويهمل شؤونهم والعناية بهم وحقوق الوالدين والإخوة والأصدقاء ونحو ذلك من العلاقات الاجتماعية والمفاسد التي لا تعد ولا تحصى لأن متعاطي هذه المواد يتأثر تتأثر قواه العقلية ويخرج بذلك عن تصرفات العقلاء وحدود الشرع وقيود العادة والطبع ويكون مستعدا لإحداث الرذائل ومقارفة أجرائم وفعل ما لا يتصور منه فعله كالزنا والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك من الأمور التي هو يستعيبها لو عاد إليه عقله وأما أضرارها على المجتمع فإن كل أمة انتشر فيها داء المخدرات والمسكرات فإنها تصاب بالوهن وبالتفكك وتتلاشى روابطها وعلاقاتها وتنتشر بينها العداوة والبغضاء بسبب ما يقع من الجرائم على النفس وعلى العرض وعلى المال وتضعف كذلك القوة الإنتاجية للبلد بسبب تأثير المسكرات على القوة العاملة وعلى القوة المدافعة عن حمل بلد وحرماته ومقدساته وربما نتج عن ذلك إفشاء على إسرار الخاصة بالدولة إلى أعدائها بسبب سيطرة الشهوات على أولئك الأفراغ فلا تفلح لهم حياة دنيا ولا أخرى يقول ابن عاشور رحمه الله دخول الخلل على عقل الفرد مفط إلى فساد جزئي ودخله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم ولذلك يجب منع الشخص من السكر ومنع الأمة من تفش السكر بين أفرادها فإذا انتشر السكر بين الأفراد فإنه لا ينتشر إلا لكثرة المتعاطين وحينئذ تفسد الأمة كلها والشريعة حرصت على الحفاظ على العقل بتحريم المسكرات وكذلك بتحريم عقوبة بتشريع عقوبات رادعة وقد سلكت مسلكين بيان حكم المسكرات وأضرارها ومفاسدها على الأفراد وجماعات وكذلك عقوبتها في الآخرة وبيان المضار والمفاسد المترتبة على شربها وبيان عقوبة الآخرة من ذلك قوله من ذلك العقوبة بشرب عرق أهل النار في الآخرة لمن كان يتعاطى الخمر في الدنيا وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه مسلم يعني الإنسان الذي يشرب الخمر في الدنيا ولا يموت ويموت غير تائب من ذلك فإنه في يوم القيامة المؤمنون الأدقياء يشربون خمرا ليس فيها إذكار أنهار من خمر ولكن ليس فيها غول يعني ليس فيها كحول وعما الذي يشرب ها في الدنيا فإنه يشرب بدلها في الآخرة صديد وعصارة أهل النار يعني الذي يشوى من أهل النار ويسيل منه الصديد هو هذا شرابه نعوذ بالله من حالها الأمر الثاني العقوبة العقوبة بتحريم شربها في الآخرة وقد قال عليه الصلاة والسلام كل مسكن خمر وكل مسكن حرم ومن شرم الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتم لم يشربها في الآخرة رواه مسلم والأمر الثالث العقوبة بعدم قبول صلاته أربعين يوما والموت ميتة جاهلية وقد قال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية رواه الطبراني وحسنه الألباني ومن ذلك أيضا استحقاق اللعن من الله وهذا يشمل كل من أعان على هذه المعصية يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر ولعن ساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها رواه أبو داود وصحاه الألباني عشرة كلهم العنون بسبب هذه الخمرة الذي يشرب واحد وتسعة هؤلاء أيدي مساعدة الذين يسهلون شرب هذا الإنسان لهذه الخمرة ليزول عقله وتسعة ما زالت عقولهم فاستحقوا اللعن من الله تعالى لأنهم تسببوا وأعانوا وسهلوا ويسروا وصول هذا الإنسان إلى السكر فهل يعي الناس هذا الأمر ويدرك أخطاره وأبعاده وأما العقوبة البدنية على تعاطي هذه المواد فإن الشريعة الإسلامية وضعت حدا لشارب الخمر إذ بهذا الحد يزجر المجرم ويرتدع ويخاف من أراد ارتكابها بهذا الحد وهذا المسلك متمم ومكمل للأول وقد شرعت عقوبة الخمر وهي الجلد في السنة النبوية وذلك فيما يلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين وفعله أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه رواه مسلم فيحد الإنسان بالجلد ثمانين جلدة ويكون على مشهد ومحظر من الناس ليكون في هذا زاجرا ورادعا لغيره من الظهور بمهذا المظهر السيء الذي تتحول فيه الأمة من عقلاء إلى مجنين من مظاهر حفظ الشريعة للعقل إضافة إلى ما تقدم من تحريم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل أنه ووضع عقوبة رادعة على تناوله من مظاهر ذلك أنه رفع مكانة العقل وكرم أولي العقول في أكثر من آية من القرآن الكريم يقول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولو الألباب ما معناها معناها أصحاب العقول وهذا يعني تميز أهل العقول فالأمة غير العاقلة لخمة لها والأمة تسمو بعقولها وما جاء في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يستفيدون من هذه الأمور هم أولو الألباب أصحاب العقول وقوله تعالى أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين ليعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول الأمر الثاني أن الله تعالى أن الله تعالى رب العقل على روح الاستقلال في الفهم والنظر واتباع البرهان والدليل ونبذ التقليد غير القائم على الحجة كما في قوله تعالى أم اتخذوا من دونه عالهة قل هاتوا برهانكم فالإنسان مطالب بأن يشغل عقله لا يكون إما مع الناس أينما اتجاه اتجاه وإنما يشغل عقله ويستفيد الصح صح والغلط غلط ونتبشي مع الناس كيف مشاء وإنما ميزك الله وفضلك وكرمك بهذا العقل لأجل أن تستنير به وأن تعرف ما يصلحك ويقول تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فالإنسان لا بد أن ينظر في الأمور هل عنده برهان وعنده دليل ويزن هذه الموازين بعقله وفهمه لا أن يكون ينقاد وراء الناس ولا يميز والله تعالى قد جعل فيه العقل ويقول تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وهذا لا يأتي به إلا الذي عنده عقل الذي ما عنده عقل ما يعرف الدليل ولا غيره الأمر الأمر الثالث أنه دعا إلى تنمية العقل ماديا ومعنويا ماديا بالغذاء الجيد الذي يقو الجسم وينشط الذهن ومن هنا كره للقاضي أن يقضي وهو جائع وفضل تقديم الطعام على الصلاة إذا حضر معا الإنسان إذا صار مرتبش المزاج ومرهق أو خائف أو عنده ما يؤذيه كأن يكون حاق أو حاقب يفسح له أن يترك العمل إن كان قاضيا يترك العمل إن كان في الصلاة يترك الصلاة ويروح يقضي حاجتها فلابد للإنسان أن يستعمل عقله الاستعمار الصحيح ولا يخل بشيء من ذلك فالإنسان مطالب بأن يأكل أشياء نافعة المفيدة للجسم الأمر الثاني أن لا يعرض نفسه لما يضر بها ويضعفها عن الاستيعاب فلو أن الإنسان أرهق نفسه حتى صار لا يعرف وضيع أو وقف في الشمس وتعرض لضربات الشمس أو نحو ذلك أو تعرض للبرد الشديد كل هذا يلام عليه لأنه يضر به ويضر ويضر بعقله ويضر ببدنه ويضر بوظائف جسمه وقيمته في الحياة فمنع من ذلك كيف يسمح لها أن يشرب خمر أو يتعاطى مخدرات إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء لأن نفس الإنسان إذا شافت الطعام وشمت الرائحة تتعلق فيه فلا يركز الإنسان في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخروا الصلاة وكلوا العشاء حتى أنكم تصلون وأنتم مرتاحون وتؤدون الصلاة على الوجه الصحيح فالإنسان لابد أن يكون استعمال لأجزاء جسمه استعمالا صحيحا ولا يكون في عبث ولا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان إذا كان الإنسان حاق أو حاقب أو حاقز فيقطع الصلاة ويذهب لدورة المياه ثم يعود ويصلي كما أن الإنسان معنويا أكد عليه على طلب العلم واعتباره أساس الإيمان وقال تعالى إنما يخش الله من عباده العلماء ويقول تعالى وقل ربي زدن علما وماذا إلا لأجل أن يفهم الإنسان ما المطلوب منه فالمطلوب منك ما هو لا بد أن تعرف ما هو المطلوب منك ولا تكون كالنصارى الذين سماهم الله بالظالين لأنهم يجتهدون في العمل لكن على غير هدى فالمطلوب من العقلاء أن يفهم المطلوب منهم الله تعالى خلقكم في أحسن تقويم وعرسل إليكم رسولا هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وأنزل إليكم القرآن افهموا هذا القرآن وعرفوا ماذا فعل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأن الله قد جعل لكم عقول تستثمرونها لا تقول أنا عندي عقلي يكفيني ولا أورد أن أطلع لا على القرآن ولا على السنة وتنصرف لا افهم لجعرف الحلال والحرام والمطلوب والممنوع والصح والخطأ هذا هو المطلوب منك كما أن الإنسان لا بد أن يحرر عقله من سلطان الخرافة وإطلاقه وتحريره من آسار الأوهام والخرافات ومن هنا حرم الإسلام السحر والكهانة والشعودة وغيرها من أساليب الدجر والخرافة كما أنه منع على العقل الخوضة في المغيبيات من غير سلطان أو علم يأتيه من الوحي البنزل على الأنبياء عليه الصلاة والسلام واعتبر ذلك مسببا في هدر طاقته من غير طائل يقول تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فلا بد أن يحرر العقل من الخرافة والدجل وأن يستثمر العقل استثمار صحيح العقل جوهرة ربانية ومنحة إلهية منحك الله إياها لتميز بها بين الأشياء وتفرق فيها بين النافع والضار والصحيح والخطأ والمطروب والممنوع وهذا لا يكون إلا بالاستنارة بما جاء من عند الله تعالى في كتابه وبما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لنا إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي العقل موجود ممنوع الإخلال به بالمهد المخدرة والمهد المسكرة لابد أن نحافظ عليه ونحترمه ونوقره ولابد أن نستثمر هذا العقل الجوهرها الربانية لابد أن نستثمرها الاستثمار الصحيح فنظر في كتاب الله ونظر في سنة رسول الله ونراجع أهل العلم ونعرف كلام العلماء وما ذكره أهل المعرفة والاختصاص في هذا الشأن نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الحفاظ على حواسنا على عقولنا وعلى ديننا وعلى أبداننا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا هذه الأمور لا بد أن يحافظ عليها الإنسان نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم الصحيح والعدب مع الله تعالى وحسن الالتزام بشرعه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه